ابنها من يوم ما تولد وهو عنده شهر طالما أنها استشعرت أنه عنده إمساك كان لازم يكشف عليه طبيب الأطفال كشف كامل بدءا من ودي الحاجة اللي بينساها البعض قالت لك عمل تحاليل لا لازم يفحصه جراح الأطفال يتأكد أن الشرج بتاعه مش ديء لأن أحيانا يتخلقوا أطفال تولده عندهم ديء في فتحة الشرج وأحيانا بيبعندهم غشاء على فتحة الشرج يمنع التبرز نمرة اتنين كان لازم منه هو صغير خالص يتعامله تحليل لوظيفة الغدى الدرقية لأنهم قالوا لقيا عنده بطء في حركية الهضم إيه اللي مبطأ حركية الهضم؟ حاجة من ثلاثة يا إما أنه عنده مشكلة في الغدى الدرقية خبوط في وظيفة الغدى الدرقية وده لازم تحليل يتعامل للردع في أول أسبوع بعد الولادة أو أن تكون هي نفسها بتاخد أدوية تسبب الإمساك وهي بتردعه طبيعي كالسيام أو حديد ويفرص في الحليب يسبب له الإمساك أو أنها تكون ما بتدلوش كمية الماء والسوايل الكافية بس هو لو بيرضع طبيعي لكن هو بيرضع طبيعي كويس؟ طيب النقطة التانية المهمة جدا أنه إحنا لازم نستوفي الفحوصات بتاعتنا بدءا من تقييم وظيفة الغدى الدرقية وظيف الكبد وأملح الدم كويس والكلام نقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر